اشتركوا في القناة سأعيد الدرس من البداية حتى يتمكن جميع التلاميذ من ضبطه بشكل جيد إذا نبدأ أولا بتعريف متجهة ولكن قبل ذلك إذا أنشأت هذا الشكل وسألتكم ماذا يمثل هذا الشكل الهندسي أكيد أنكم ستقولون بأن هذا الشكل سيمثل لنا القطعة A والقطعة A كما تعلمون بأننا نرمز له بهذا الرمز بين معقوفتين بماذا أؤكل على هذا الشيء؟ لأنه ضروري ضبط الرموز حينما نريد أن نتكلم عن شكل هندسي معين حينما نتكلم عن المستقيم يجب أن نضع A بين قوسين وأيضا حينما نتكلم عن القطعة يجب وضع A بين معقوفتين أما حينما نتكلم عن القياس يعني على طول القطعة A فيجب أن نكتب A بدون أقواس بدون معقوفة الآن إذا سألتكم مرة أخرى هل يمكن تسمية القطعة A بإسم آخر؟ أكيد أننا يمكن أن نسميها أيضا القطعة B إذن سواء كتبنا القطعة B أو القطعة B فإننا في كلتا الحالتين نتكلم عن نفس القطعة التي رسمنا هنا أطرح سؤال آخر ما هي مميزات هذه القطعة؟ يعني بماذا تتميز هذه القطعة؟ أكيد أنكم ستقولون بأن هذه القطعة هي محدودة بالنقطتين A و B إذن فA و B هما طرفي القطعة B إذن هذه هي المميزة الأولى لهذه القطعة وأيضا تتميز بحامل يحملها يعني المستقيم A بإذا تخيلنا بأن هذه القطعة يمكنها التحرك فلا يمكنها أن تتحرك إلا فوق هذا المستقيم لذلك نقول بأن المستقيم A بإ هو حامل للقطعة A بإذن المستقيم A بإ حامل للقطعة A بإ وأخيرا فإن القطعة A بإ لها طول معين يعني المسافة التي تفصل بين A و B والتي نسميها بالمسافة A بإ إذن المسافة A بإ إذن هذه هي ثلاث مميزات لهذه القطعة طرفين A و B حامل المستقيم A بإ ومسافة هي المسافة التي تفصل بين النقطتين A و B الآن إذا أخذنا نفس هذه القطعة ولكن هذه المرة عوض أن تكون هنا نقطة سنضع سهم بهذا الشكل نختار أن يكون السهم جهة A إذا سألتكم الآن ماذا يمثل لنا هذا الشكل إذن هذا الشكل هو ما يسمى بالمتجهة A بإ ونرمز لها بهذا الرمز وفوقه سهم على هذا الشكل نرجع الآن لنجيب على نفس السؤال الذي سألته لكم في الأول هل يمكن تسمية المتجهة A بإسم آخر؟ الجواب هو لا يمكن أن نسمي هذه المتجهة إلا بالمتجهة A لأننا حينما نتكلم عن المتجهة B فهي تخالف المتجهة A يعني حينما نتكلم عن المتجهة B فليس نفس الشيء حينما نتكلم عن المتجهة A لن نعود إلى المتجهة A ونحدد مميزات هذه المتجهة قلنا بالنسبة للقطع أن القطع تتميز بطرفين ولكن هذه المرة فإن المتجهة تتميز بأصل يكون هو بداية المتجهة أصل A ونهايتها يعني النقطة B تسمى طرف إذن A هو الأصل والB هو الطرف لذلك فإننا نرمز لهذه المتجهة بAB والسهم يكون منطلقا من الأصل نحو الطرف أيضا كما قلت لكم بالنسبة للقطع فإذا تخيلنا أن هذه المتجهة يمكنها أن تتحرك فلا يمكن لهذه المتجهة أن تتحرك إلا وفق هذا المستقيم AB لذلك نقول بأن المستقيم AB هو حامل للمتجهة ولكن هذه المرة سوف لن نسميه حاملا وإنما سنسميه اتجاه AB اتجاه المتجهة AB وهنا يجب أن ننتبه لشيء مهم فمفهوم الاتجاه الذي نستعمله في اللغة العامية ليس هو مفهوم الاتجاه الذي نقصده هنا فحينما تسمعون اتجاه يجب أن تعرفوا أننا نتكلم عن المستقيم AB ومميزة أخرى بما أننا انطلقنا من A نحو B فإننا نقول بأن المنحة يعني منحة هذه المتجهة هو من A نحو B إذن فالاتجاه قلنا بأننا نتكلم عن المستقيم AB حامل المتجهة والمنحة من A نحو B لكي تفهموا معنى الاتجاه هو المنحة سنضع أيضا مميزات المتجهة B بأن هذه هي المتجهة B وهذا هو المستقيم حامل هذه المتجهة إذن كما تلاحظون بأن المتجهة B لها منحة معاكس للمتجهة AB ولكن يبقى لها نفس القياس ونفس الاتجاه يعني أن اتجاه المتجهة B هو أيضا المستقيم AB نقول بأن المستقيم AB هو اتجاه للمتجهة B أما المنحة فهو من B نحو A وليس من A نحو B هذا بالنسبة للمتجهة B إذن أتمنى أن ما قلناه الآن مفهوم جيدا باختصار نقول بأن مميزات أي متجهة هم ثلاث مميزات الاتجاه هو المستقيم حامل المتجهة المنحة من الأصل نحو الطرف وأخيرا القياس أو يمكن أن نسميه أيضا المنظم أو المعيار ونقصد بذلك المسافة الفاصلة بين الأصل والطرف الآن بالنسبة للمتجهة AB فمنظم المتجهة AB هو المسافة AB أو BR نفس الشيء لأننا هنا نتكلم عن المسافة يعني المسافة الفاصلة بين A و B أو المسافة الفاصلة بين B و A إذن كما قلنا بالنسبة للمتجهة AB والمتجهة BR فهما لهما نفس الاتجاه يعني نفس المستقيم يحملهما معا ونفس المنظم يعني أن القياس AB هو نفسه القياس B ولكن لهما منحيان متعكسا إذا كانت متجهتين تحققان هذه الشروط فإننا نقول بأن المتجهة AB هي مقابلة المتجهة B ونكتب بأن AB تساوي ناقص B إذن المتجهة AB تساوي ناقص المتجهة B وللإشارة فهذه العلاقة يعني AB تساوي ناقص B فإننا نستعملها كثيرا خصوصا حينما يطلب منا تبسيط تعابير فيها المتجهات فحينما نجد إشارة ناقص مع متجهة ما فيمكن إزالة إشارة الناقص بعكس هاتين النقطتين يعني الطرف سيصبح أصل والأصل سيصبح طرف الآن نمر إلى تساوي متجهتين ولكن قبل المرور إلى تساوي متجهتين سنحدد مميزات المتجهتين AB و DC إذن بالنسبة للمتجهة AB هنا بالنسبة للمتجهة DC إذن ما هي مميزات المتجهة AB قلنا بأن مميزات المتجهة AB هو المستقيم AB إتجاهها بالنسبة للمتجهة DC فالاتجاه هو المستقيم DC الميزة الثانية قلنا بأنها المنحة المنحة لدينا بالنسبة للمتجهة AB من R نحو B وبالنسبة للمتجهة DC المنحة من D نحو C الآن المنظم منظم المتجهة AB هو القياس AB ومنظم المتجهة DC هو القياس DC إذن الآن متى نقول نقول أن المتجهة AB تقايس المتجهة DC إذا تحققت ثلاث شروط الشرط الأول أن يكون لهما نفس الاتجاه ماذا نقصد بنفس الاتجاه؟ يعني أن المستقيم AB يجب أن يكون موازيا للمستقيم DC يعني AB يجب أن يكون موازيا للمستقيم DC نرجع إلى الشكل هنا إذا أردنا أن تكون المتجهة A-B مساوية للمتجهة D-C فأول شرط يجب أن يتحقق هو أن اتجاه المتجهة A-B يعني المستقيم A-B يكون موازيا للمستقيم D-C إذن هذا هو أول شرط ثاني شرط أن يكون لهما نفس المنحة يعني إذا انتقلنا من الأصل نحو الطرف في المتجهة A-B يعني من A-B يجب أن يكون هو نفس منحة المتجهة D-C وآخيرا نفس المنظم ماذا نعني بنفس المنظم؟ يعني أن قياس المتجهة A-B يجب أن يكون مساوية لقياس المتجهة D-C يعني أن A-B تساوي D-C وهذه هي ثلاث شرط التي يجب توفرها لنقول بأن المتجهة A-B تساوي المتجهة D-C وإذا لم يتحقق إحدى هذه الشروط فليس هناك تساوي يعني يجب أن تتحقق الشروط الثلاثة لنقول بأن المتجهة A-B تساوي المتجهة D-C وبالعكس يعني حينما يكون لدينا المتجهة A-B تساوي المتجهة D-C فهذا يعني أن الشروط الثلاثة تتحقق مثلا إذا كان لدينا في المعطيات أن المتجهة A-B تساوي المتجهة D-C وطلب منا أن نبين بأن المستقيمين A-B والD-C متوازيان فما علينا إلا أن نقول بما أن A-B تساوي D-C فإن A-B يوازي D-C وهذا صحيح أيضا بالنسبة للقياس إذن كنتيجة الآن لتساوي متجهتين إذا كان لدينا المتجهة A-B تساوي المتجهة D-C نعيد إنشاء الشكل هنا هذه هي المتجهة A-B وهذه هي المتجهة D-C إذا كانت المتجهة A-B تساوي المتجهة D-C حينما نربط أصل المتجهة A-B بأصل المتجهة D-C وطرف المتجهة A-B بطرف المتجهة D-C فإننا نحصل على متوازي أضلع يعني إذا كان A-B تساوي D-C A-B يعني من أصل إلى الطرف المتجهة الأولى وننتقل إلى الطرف المتجهة الثانية إلى أصلها يعني A-B-C-D متوازي الأضلع وهذه هي خاصية نحتاجها في هذا الدرس يعني إذا كانت متجهتين متساويتين فإن النتيجة هو أن A-B-C-D متوازي أضلع وبالعكس إذا كان A-B-C-D متوازي الأضلع فإننا يمكن أن نستخرج أي متجهتين تحقق شروط ثلاثة التي ذكرناها سابقا لنقول بأنها متساوية إذا كان متوازي الأضلع فهذا يعني بأن المتجهة A-B تساوي المتجهة D-C وأيضا يمكن أن نقول بأن المتجهة A-D تساوي المتجهة B-C والمتجهة C-B تساوي المتجهة D-A والمتجهة B-A تساوي المتجهة C-D إذا كان متوازي الأضلع فإننا يمكن أن نستخرج أي متجهتين متساويتين تحقق شروط ثلاثة التي ذكرنا سابقا ننتقل الآن لنتحدث عن مجموع متجهتين نريد تحديد مجموع المتجهتين عبي وسد يعني نريد تحديد مجموع هاتين المتجهتين الشرط الذي يجب توفره من أجل تحديد مجموع متجهتين هو يجب أن يكون طرف المتجهة الأولى هو نفسه أصل المتجهة الثانية يعني إذا أردنا مجموع المتجهة عبي مع المتجهة سد يجب نقل المتجهة سد لكي يصبح أصل المتجهة سد هو طرف المتجهة عبي ومن أجل ذلك فإننا نقوم بإيجاد متجهة مساوية للمتجهة سد ويكون أصلها هو النقطة ب يعني يجب أن ننشئ متوازي أضلاع للحصول على النقطة التي سنسميها أ مثلا وبهذا سنحصل على متجهة يكون أصلها هو النقطة ب وطرفها هو النقطة أ وتكون مساوية للمتجهة سد يعني أن أب بي زائد سد تساوي المتجهة أب بي زائد نعود الآن المتجهة سد بالمتجهة التي تساويها هي المتجهة بي أ وسيكون مجموعة هاتين المتجهتين هو أصل المتجهة الأولى وطرف المتجهة الثانية يعني هو المتجهة أ أ يعني هي هاته المتجهة من أ نحو أ وتكون هذه المتجهة أ أ مجموع المتجهتين أب بي وصد أو أب بي وبي أ ونقول بأن أ أ تساوي المتجهة بي زائد المتجهة بي أ وهذه العلاقة هي ما نسميها بعلاقة شعل وعلاقة شعل هذه تمكننا من تبسيط تعابير في المتجهة يعني أنه إذا كان لدينا متجهتين طرف المتجهة الأولى هو أصل المتجهة الثانية فإننا نقوم إذا صح التعبير باختزال بي رغم أن هذا الكلام يعني ليس كلاما رياديا يعني لا يمكن أن نقول بأننا نختزل وإنما من أجل الفهم فقط فكأننا نختزل بالنقطتين بي من المتجهتين ليبقى لدينا هنا المتجهة أ إذا نرجع الآن إلى متوازي الأضلاء الذي تكلمنا عليه سابقا أب بي سيد دي لاستخلاص خاصية أخرى الآن إذا لاحظنا الشكل جيدا فإننا سنحصل على أن المتجهة أسي هي مجموع المتجهتين أب بي زائد المتجهة بي سي إذن نكتب بأن المتجهة أسي هي المتجهة أب بي زائد المتجهة بي سي يعني هذا واضح في الشكل كلنا بأنه إذا كانت لدينا متجهتين طرف المتجهة الأولى هو أصل المتجهة الثانية فإن المتجهة المكونة من أصل الأولى وطرف الثانية هي مجموع هاتين المتجهتين وقلنا سابقا بأن أب بي سي دي هو عبارة عن متوازي أضلاء إذن إذا كان أب بي سي دي عبارة عن متوازي الأضلاء فقلنا بأن المتجهة أب دي تساوي المتجهة بي سي هذا يعني أن المتجهة أب دي تساوي المتجهة بي سي وقلنا بأنه إذا كان لدينا متجهتين متساويتين فيمكن تعويض بي سي بالمتجهة أب دي سنعود المتجهة أب دي في علاقة شال التي وجدنا هنا ومنه فإن أسي تساوي المتجهة أب بي زائد بي سي سنعودها بالمتجهة أب دي إذن هنا علاقة جديدة نستخلصها إذا كان أسي تساوي أب بي زائد أب دي فإن الرباعي أب بي سي دي متوازي الأضلاء إذن الآن أريد التنبيه إلى شيء مهم إذا كان لدينا مثل هذه العلاقات يعني أن المتجهة تساوي مجموع متجهتين والمتجهات الثلاثة لهما نفس الأصل يعني أصل المتجهة الأولى هو أصل المتجهة الثانية هو نفسه أصل المتجهة الثالثة فهذا يعني بأن المتجهة المجموعة يعني مجموعتين المتجهتين الذي سنرمز له بالقطعة الصي يشكل قطر لمتوازي الأضلاء أب بي سي دي في هذه الحالة